أهلا بكم أنا دكتورة ليلة رزق الله مؤسس ومدير مؤسسة غير مدنب للعراية الأسرية والحقيقة أن النهاردة الرسالة بتاعتي للشباب والشابات اللي زهقوا من قاعدة البيت بسبب الكورونافيروس يعني المدرسة والجامعة اللي كنا بنشتكي منها بقت دلوقتي نعمة لأنه حقيقي بقى الوقت صعب جدا جدا وبقالنا مدة طويلة عادين في البيت يعني النهاردة أنا نفسي أتكلم على موضوع يمكن مش بنتكلم عليه كتير أو بنخاف نتكلم عليه وهو موضوع الخوف والقلق يا تارى إحنا بنخاف ونقلق من إيه ونقدر نعمل إيه علشان نتغلب على هذا الخوف وهذا القلق اللي عندنا الحقيقة الخوف والقلق ده حاجة طبيعية كلنا سواء صغيرين أو كبار بيجي لنا خوف وبيجي لنا قلق من حاجات كتيرة خصوصاً الوقت ده وإحنا بنسمع الأخبار وإحنا بنشوف كم واحد مات وكم واحد جاله كورونا بيروس وكم واحد مات في العالم كله ولو نعرف ناس بيأجالهم فالخوف والقلق حاجة طبيعية جدا جدا لكن النهاردة أنا نفسي أقول إحنا نتعامل مع الخوف والقلق إزاي الخوف والقلق ممكن إن إحنا نكون منتعامل معاه من خلال إن إحنا نقعد كتير قوي على الإنترنت أو إن إحنا نتفرج على الأفلام وإحنا بتهيئلنا إن الحاجات دي ممكن تخلينا إن إحنا نسترخي وتساعدنا في مشاعر القلق الحقيقة إنه صحيح ممكن على حسب طبعاً ما أتفرج على إيه على الإنترنت وعلى التليبيجون ممكن الحاجات دي هياً تحسسني إن أنا متسلي بس هل الحاجات دي هتخليني أعبر فعلاً عن مشاعر الخوف والقلق اللي عندي ولا لأ إحنا كشرق أوسطيين مش متعودين إن إحنا نسمي أسماء المشاعر بتاعتنا بأسماءها ودي حاجة بغاية الخطورة لإنه مهم قوي قوي إني أبقى عارفة المشاعر اللي أنا شعر بيها دي أسمائي هل هي مشاعر غضب؟ هل هي مشاعر خوف؟ هل هي مشاعر قلق؟ هل هي مشاعر خزي؟ هل هي مشاعر إحباط؟ فمهم قوي إن أنا أعرف أتعامل مع المشاعر وتسميها بأسماءها علشان أقدر أتعامل معها فنهاردة نفسي أقول لكم إنه لو حابين إنه إنتوا يجيلكم ورقة فيها كل مشاعر اللي ممكن الواحد يشعر بيها اكتبوا لنا على الإنبوكس بتاع الفيسبوك بيج بتاع غير مذنب أو Not Guilty وهنبعث لكم الحاجات دي ونتناقش معاكم فيها إنتوا ليه شعرين بالخوف وليه شعرين بالقلق كمان من ضمن الحاجات إنه إحنا محتاجين نكتب المشاعر ونكتب مشاعر دي جاية منين يعني مثلا أنا ممكن أكون لما بسمع ناس كتير قوي بتموت حواليك أبقى عندي خوف وقلق إنه ماما وبابا يجرى لهم حاجة أو إن أنا يجرى لي حاجة أو حد من أصحابي يجرى له حاجة أو يجي له المرض فأنا محتاجة وأنا بتعامل مع مشاعر الخوف والقلق دي هياً محتاجة إن أنا أسأل نفسي طيب أكتب كده كام واحد عرفه جاله كورونا فيروس طيب ومن الكام واحد اللي عرفه دول فيه كام واحد فعلاً مات وكام واحد خف لأنه لازم أحط الحاجة اللي مقابل فيه لازم أحطها في حجمها الطبيعي مش تبقى مجرد حاجة لإنه على الفكرة الخوف والقلق بيكبر بطريقة غير عدام وحدي يعد يفكر فيه وحاجة بتكبر تكبر تكبر وتبقى يعني أكبر بكتير من حجمها الحقيقي طيب أنا خايف من حاجة ما أفقد خايفة إن أنا أفقد أصحابي خايفة إن أنا ما أبقاش ما أبقاش محبوبة زي ما كنت محبوبة قبل الكورونا فيروس علشان كنت بشوف أصحابي كتير الآن إنه في حاجات مش عايزة ماما وبابا يعرفوها وخايفة لو عرفوها إن هم يزعلوا مني أو إن هم يزعلوا لي أو إن هم ياخدوا مني بعض الحريات فأنا النهاردة نفسي إن أنا أكلمكم إزاي أكون بتعامل مع الخوف والقلق اللي عندي مهما كان سببه مهم أو إن أنا أعرف أتعامل مع الحاجة يعني دايما أول حل حاجة لحل المشكلة إن أنا أقول إن في مشكلة لكن بعد كده لازم يبقى فيه خطوات معينة عشان أقدر إن أنا أحل المشكلة دي طب أول حاجة أعملها إيه عشان تغلب على الخوف والقلق؟ أول حاجة عايزة أقول لك وأقول لك ريلاكس طبعاً دي ممكن تكون حاجة مضحكة جداً لأنه أنا بتهيأ لي إن أنا معرفة أسترخي بطريقة كويسة وأنا بسترخي بإني أتفرج على التليفجن أو بسترخي بإني أنام أو ممكن بطرق تانية كتير لكن الحقيقة إنه ساعات استخدام السوشيال ميديا بيوترني أكتر ما بيخليني أرتاح وفيه كمان ناس تانية تقول إنه لو الواحد استخدم مخدرات أو استخدم كحوليات أو استخدم أو دخل سجاير ده سعيدني إني أسترخي والحقيقة إنه برضو الاسترخاء اللي بسبب الحاجات دي بيبقى استرخاء زائف يعني استرخاء لوقت قليل جداً جداً فعايزة شارك النهاردة معاكم بعض التدريبات اللي لما كنت بعمل لما كنت بأدرس علم النفس كان فيه يوم من الأيام كده كانوا بيعملولنا تدريبات عملية للإستخاء إزاي أقدر إن أنا أسترخي حقيقة أنا جربت الحكاية دي كتير لإني في وقت من الأوقات لما كنت بطلع على الطرق السريعة أسوق لوحدي كنت بأدرعي وكنت ببقى قلقانة جداً وبتدي مش قادرة تنفس وقلبي بيدق بسرعة وببقى حاس كل الأفكار السعودة بتيجي في دماغي إن أنا ممكن هعمل حادثة ممكن كذا ممكن كذا خصوصاً لو كان فيه لواري كبيرة على السكة فاتعلمت التدريب ده إنه ألاس حاجة هي التدريب التنفس تدريب التنفس من أنا بأخذ نفس عميق لجوة قوي وبكتمه لمدة أعدة الأربعة وبعد كده أعمل زفير لمدة لحد ما كل النفس الجوة الرئة يطلع فبعمل بأخذ شهيق وبعمل كده كذا مرة لحتم أشعر إن أنا استرخيت إيه اللي بيحصل لما بعمل كده؟ دي مش حاجة يعني جل جل ولا أي حاجة لكن لما بخلي النفس جوة أول أكسيد الكربون بيزيد في المخ فده بيعمل عملية استرخاء وريلاكسيشن طب أعمل إيه تاني عشان أسترخي؟ مهم قوي إن أنا أكون باكل صح يعني دلوقتي مش وقت إن أنا أديها شوكولاتة وحلويات وأحط الأيس كريم قدام التليفيشن موفد أكل فيه لا مهم جدا إن أنا لأيام دي أكون باكل أكل صحي أكون باكل بروتين أكون باكل خضار أكون باكل فاكهة الحاجات اللي هي هترفع مناعتي نمرأ واحد فإيبقى المرض مش ممكن يجيلي ونمرأ اتنين بتكون بتديني بترفع الهرمونات الجيدة مش الهرمونات اللي بتسبب الخمول والألأ الحاجة الثالثة هي إني أحاول ألعب رياضة ودي من دمت الحاجات اللي ممكن نعملها دلوقتي على السوشال ميديا إني أدخل على تمرينات رياضية ممكن أكونت بعملها قدام التليفزيون في البيت أو في قطي وأنا فاتح الآيباد وأعمل التمرينات دي ليه؟ لأنه برضو التمرينات الرياضية اليومية بتجري الدم في كل الجسم وبتخلي كمان بتخلي المناعة بتاعتي بتزيد ضمن كمان الحاجات اللي ممكن أعملها للخوف والألأ هي أن أنا لازم أكون بنام ساعات معقولة مش بنام كتير قوي يعني مش أنام لحد الساعة اثنين وبعن أصحى لحد الساعة خمسة صباحا وهكذا ده مش خالص هو المقصود لكن أنا أنام من ست لثمان ساعات كل يوم في توقيت مناسب علشان أقدر إني أكون صاحفي لما سألت ناس كتيرة من المراهقين إيه أكتر حاجة وحشتكم في وقت الكورونا الإجابة كانت دايما الناس الناس وحشتنا أصحابنا وحشونا الخروجات بتاعتنا وحشتنا يعني في منهم حتى المدرسة وحشتنا والجامعة وحشتنا رغم أنه يمكن في الوقت العادي بنبقى ناسدين وإحنا متضررين إن إحنا ناسدين فعشان كتا مهم قوي إنه أعمل كل يوم حاجة مفيدة يعني لو أنا كل يوم عرفت إني أعمل حاجة تكون بتفيد الناس اللي حوالي هيبقى كويسة فإحنا وإحنا قاعدين في البيت في حاجات كتيرة ممكن نعملها ودلوقتي حشارك معاكم لما نخلص حشارك معاكم حديث بتاع شخص في البحرية الأمريكية كان المتكلم الرئيسي في حفلة تخرج بتاع جامعة أوستين تاكسس من كم سنة وكان بيقول للشباب والشابات على حاجات عملية جدا لو إحنا عايزين نغير العالم إحنا لو إحنا عايزين نغير العالم لازم بالأول نبتدي نعمل حاجات بسيطة في اليوم فإنا دلوقتي وقت كويس إن أنا أتعلم أعمل حاجات في البيت إن أنا أتعلم طبخات بسيطة إني كراجل أتعلم برضو إن أنا ممكن أعمل حاجات في البيت يعني مش كونك راجل معناه إنك تشيل إيدك خالص من كل حاجة لأنه فيه البيت دا مش بيمشي نفسه لوحده فيه ناس بمشيه وإنتوا كلكم مزنوقين مع بعض الشغل أكتر على الناس اللي بتقوم بالشغل دا فممكن قوي إن إحنا نكون بتساعد الناس اللي في البيت كمان اسأل على حد محتاج عارفين خروجي بره نفسي في وقت ما بكون أنا مزنوق ومقفول علي بيحسسني إن أنا سعيدة ومبسوط يعني أنا مثلاً في وقت الحبسة دي أنا عملت كده لنفسي سيستم كده كل يوم إن أنا أسأل على 3-4 ناس أنا حارفة إنهم محموسين لوحدهم إنه محدش يمكن بيسأل عليهم عايز أقولكم إنه ساعات الناس مش بتسأل علي بس مش مشكلة أنا هطلع بره نفسي مش هستنى الناس تسأل علي لكن كمان أنا هسأل على الناس هبعد مساجات للناس إجام ما عاملين إيه محتاجين أي حاجة هل في أي حاجة قلقاكم ممكن أكلمكم وهكذا إن خلينا نطلع بره نفسي الوقت كمان هو الوقت اللي أتعلم الحاجات اللي ما كانش عندي وقت هتعلمها قبل الحاضر يعني ممكن قوي إن أنا لنفرض إن أنا كنت عايزة أتعلم لغة جديدة ممكن نعمل كده على الإنترنت وناصل نفسي إنه في كل يوم في نفس المعاد هتفرج مثلاً على حاجة على اليوتيوب عن تدريب عن التصوير مثلاً عايزة أبقى أنا مصوراتي محترف فحلوة قوي إن أنا في الوقت ده أنظم نفسي إني أتعلم بكل يوم حاجة جديدة على فكرة في ناس مننا هتطلع من الحاضر حاجة تانية خالص حاجة أحسن بكتير اتعلموا حاجات جديدة وفهموا حاجات جديدة وساعدوا ناس كتير بالرغم إنهم في الحاضر في ناس تانية هتطلع بعد الحاضر هتبقى ضيعت شهر ونص شهرين من حياتها ما تعلمتش حاجة طلعين زهانين وصختين على كل الناس اللي حواليهم وشعرين إنه الدنيا وحشة ومش لذيذة والاختيار ليك وليكي على فكرة مش ليا ولا لماما وبابا ولا أختك وأخوكي الاختيار ليكي أنت وليك أنت إنتوا عايزين تطلعوا بعد الحاضر أحسن ولا أوحش خلينا نتفرج مع بعض على الفيديو ده بتاع الأدميرال اللي في البحرية الأمريكية اللي كان بيتكلم في حفل تخرج بتاع شباب وشابات في جامعة أوستن تكسس ي manner C إذا كنت تريد أن تحسين العالم بيضاء طرقها إذا فرقها طرقها كل المرحل أن تحصل على الأمريكي قام بأي شابة طريقة يسضعون тебе صعود وي تأشفون تعمل أخر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر